اشتركوا في القناة في التفصيل حنشوف الكلام ده ويلا بين فبعد الأحيان بيكون عندي خواص عمليات جمع الأعداد النسبية هدفها هو تفسيط إيجاد عملية الجمع هل نبدأ مع بعض بخاصية تسمى خاصية الانغلاق يمكن الانغلاق برضو في بعض الأحيان لما خدناها في الصف السادس الفداي كان كلمة غريبة علينا شوية انغلاق يعني ايه قفل على نفسها هي فعلا انغلاق قفل على نفسها بمعنى ان انا لو خدت اي عددين نسبيين وعملت لهم جمع الناتج بيكون من نفس النوع بيكون عدد نسبي فعشان كده بيتقال عليها خاصية الانغلاق يعني لو فرضنا انا عندي اتنين على خمسة زائد واحد على تلاتة دول عددين نسبيين لو احنا عملنا لهم عملية جمع المفروض ان الناتج بتاعهم هيطلع ايه زي ما تعلمنا المرة اللي فاتت احنا هنواحد المقامات على خمستاشر وبعد كده يجيب الناتج معايا وهنا ستة وهنا خمسة زائد متعلمنا في بتطلع حداشر على خمستاشر اللي هتعتبر برضو عدد نسبي يبقى زي ما كان العددين نسبيين يبقى الناتج برضو عدد نسبي نيجي لخاصية الابدال ودي خاصية مشهورة جدا عملية الجامعة عملية ابدالية يعني عند تبديل وضع العددين ما يتغيرش الناتج مثال على كده 3 على 7 زائد 2 على 7 بيساوي لو بدنا وضع العددين وحطينا 3 على 7 مطرح الـ 2 على 7 برضو ما يتغيرش الناتج وبيطلع في كل الاحوال خمسة على 7 ده معنى كلمة ان الجامعة عملية ابدالية طب سؤال ليكو دلوقتي هل الطرح برضو عملية ابدالية ها اعتقد انه الطرح ليس عملية ابدالية لان التبديل بغير الناتج وممكن تتأكدوا من ده وحنشوف لما ناخد عملية الطرح ان شاء الله نتابع مع بعض خواص جامعة الاعداد النسبية الخاصية الثالثة هي خاصية الدمج عملية الجامعة هي عملية دامجة وتمالي بتسمي الدمج هي عملية اعادة توزيع الاقواس بمعنى ان انا هل انا هابدأ اجمع الاول اول عددين والاخر عددين وايه السبب وايه الحكمة في كده اكيد طبعا ده لاجل تسهيل ايجاد الناتج عندنا يعني لو بصنا في المثال ده بيوضح جدا ان انا لو عملت عملية دمج اعادة توزيع الاقواس بعملية الجامعة اكيد الموقف هيبقى اسهل بصوا كده اثنين على خمسة زائد وبينكو ثين ثلاثة على خمسة زائد اثنين لاحظنا هنا ان العددين دول اللي هم مقام واحد هو الخمسة يعني لو جبناهم وجمعناهم الاول مع بعض اعتقد انه هيبقى اسهل وهو كمان لما بيجي في التحبيب متعمد ان احنا لو اشتغلنا على خواص الدمج والابدال وفي الحالة دي بيبقى الناتج اسهل من عدم استخدام هذه الخواص يعني بيبقى عامل حسابه انه يحسسني بقيمة استخدام الخواص في المسألة يبقى هنا عند اثنين على خمسة زي الثلاثة على خمسة جبتهم مع بعض المقام موحد وتمام التمام بنجمع البص ده كمان هدية جديدة اثنين وثلاثة خمسة بقيت خمسة على خمسة تحولت لعدد صحيح هو الواحد شفتهم يبقى عملية الدمج هنا هو كان ليها دور في تسهيد ايجاد الناتج وبعد كده بنجيب واحد واثنين ثلاثة كان اسهل بكتير مني نقعد واحد المقامات مع الاثنين وبعد كده ابدأ اشتغل حطار واحد المقامات كمان مع اللي برا هتبقى عملية اصعب فالدمج هنا سهل للعملية برضو في حاجة مهمة جدا احنا هنقارن بينها هنا في اقواس وفي خاصية التوزيع زي ما هنشوف بعد كده في عملية ضرب العداد النسبية فيها اقواس هل في فرق؟ ايوة في فرق هنا دلوقتي عملية الدمج هنلاحظ ان برا الاقواس نفس العملية الموجودة داخل الاقواس يعني هنا في جمع وهنا في جمع وممكن برا في جمع وجوه في طرح بفيش مشكلة بس هنا خلي بالنا ان التوزيع بقى هيكون برا في ضرب وجوه في جمع او طرح ده الفرق بين الاثنين وده اللي هاكد عليه لما ناخد ضرب الاعداد النسبية ان شاء الله نيجي بقى لكلبة معكوس هنا بقى اللغباطة اللي بتحصل يا ترى هي معكوس جمعي ولا معكوس ضربي خلي بالنا لان دي برضو بيحصل فيها لغباطة كتير هنا النهاردة عندنا المعكوس الجمعي المعكوس الجمعي معناها هو عكس الاشارة يعني تغير اشارة العدد احنا تعاملنا مع بعض في اول حصة في الاعداد النسبية على اشارة العدد النسبي اما مجب او سالب فهنا لو كان العدد النسبي مجب يبقى معكوس الجمعي بيكون سالب ولما يكون العدد النسبي سالب معكوس الجمعي بيكون مجب مع عدد استثناء وحيد ايوا برافو سامع ناس بتقول الاستثناء هو الصفر لان الصفر عشان ملوش اشارة فهو معكوس جمعي لنفسه يبقى ثلاثة على السبعة هو معكوس جمعي سالب ثلاثة على سبعة ده مثال هنا بقى ملحوظة زي ما اتفقنا ان المعكوس الجمعي للصفر هو نفسه ومغموعة اي عدد ومعكوس الجمعي بيساوي صفر نيجي بقى للمحايد الجمعي المحايد الجمعي معناها ان القيمة اللي لو جمعناها على اي عدد نسبي الناتج ما يتغيرش يديني نفس العدد النسبي المحايد الجمعي هو الصفر هللاحظ اتنين على خمسة زائد صفر هو نفسها صفر زائد اتنين على خمسة بيساوي اتنين على خمسة ملحوظة هنا مهمة برضو 2 على 5 نقص 0 تطلع 2 على 5 هل ده معناه ان السفر هو محايد لعملية الطرح كمان مهما غيرش الناتج اه تامع ناس بيقول لو استخدمت خاصية الابدال اكيد الناتج هيتغير بمعنى ان لو قلت 0 نقص 2 على 5 هيتطلع سالب 2 على 5 يبقى مقدرش اقول ان السفر في الحالة دي محايد لعملية الطرح طيب هنا دلوقتي هلقص الخواص اللي عندي زي ما احنا شايفين كده هو انا عندي ألف على بيه زي جيم على دل وباستخدام الانغلاق الناتج بيطلع عدد نسبي زي ما اتفقنا الابدال هو تبديل وضع العددين للموضوع ده ألف على بيه زي جيم على دل هي نفسها جيم على دل زي ألف على بيه وخدنا امثلة على كده الدمج هي عملية توزيع الأقواس وهنا الخواص المحايد الجامعي زائد صفر اللي هو صفر المحايد الجامعي وأي عدد نزبي مع كوسو الجامعي هو عكس الإشارة ومجموع العددين بيسوا صفر ممكن نرجع للشريحة دي نراجع بيه المفاهيم اللي احنا خدناها من شوية المحايد الجامعي في نون هو ده أنا دلوقتي شايف ناس بتجاوب قبل ما أرى التمرين ده حاجة جميلة جدا علامة ان كانوا مركزين معايا دلوقتي المحايد الجامعي في نون هو فعلا الصف المعكوس الجامعي للصفر اتفقنا مع بعض هو نفسه يبقى هو الصفر أو نكتب هو نفسه المعكوس الجامعي للعدد سالب واحد على ثلاثة ما نتصرعش في الزاد في الاعداد اللي مرفوع على القصص يعني المفروض أنا بجيب الناتج الأول بعد كده جيب المعكوس الجامعي سالب واحد قص ثلاثة بسالب واحد لأن القص فردي بيحافظ على الإشارة السالبة وهو سالب واحد معكوس الجامعي واحد معكوس الجامعي هنا بقى فيها فكرة وخلي بالنا المعكوس الجامعي لسالب ثلاثة على سبعة فأنا مع بعض معكوس جمع العدد نسبي معناها هو عكس إشارة العدد طب يا ترى العدد اللي قدامي ده موجب ولا سالب عشان كده بقول لكم ما تتسرعوش العدد ده مش سالب ولا حاجة العدد ده موجب فأنا مع بعض في إشارة العدد النسبي أن سالب 3 على سالب 7 هو عدد يحتوي على بسط ومقام متشابه في الإشارة يعني معنا كده أن ده عدد نسبي موجب أما للمعكوس الجمعي لسالب 3 على سالب 7 بإيه بقى؟ هنا ممكن أكتبه في صورة سالب 3 على 7 يبقى أنا غيرت إشارة المقام فبعد ما كان عدد نسبي موجب بقى عدد نسبي سالب أو 3 على سالب 7 واتفعلنا مع بعض أن ده شكل من الأشكال العدد النسبية بس مش في أبسط صورة أو نريح نفسينا ونحط الإشارة برا يبقى 3 على 7 يبقى كده بقى عدد نسبي سالب في كل الأحوال طيب نشوف السؤال بعد كده إذا كانت 3 على 4 زائد 2 بيساوي صف لسألين الخاصية دي قلنا عدد زائد إيه؟ بيساوي المحايد الجمعي آه فعلا العدد زائد معكوس الجمعي يساوي المحايد الجمعي يبقى دلوقتي أنا محتاج المعكوس الجمعي لـ 3 على 4 اللي هي السالب 3 على 4 هنا بقى نقول زي ما اتفقنا مع بعض استخدم خواص الجمعي في نون لتبسيط إيجاد قيمة ما يأتي شوفتوا بقول ليه؟ استخدم الخواص لتبسيط الإيجاد لكن أنا ممكن أجيب الناتج ده بمنطقة البساطة لكن ترى ما قال استخدم الخواص يبقى لازم أوريله خطوات استخدام الخواص لإيجاد هذا الناتج وزي ما اتفقنا مع بعض هو بيجيب أرقام بتبين استخدام الخواص وتسهيل إيجاد الناتج لو استخدمنا الخواص هنا ملزمين لستخدم الخواص إيه هي بقى الخاصية دلوقتي؟ هلاقي دلوقتي إن إحنا عمدنا 2 على 5 و3 على 5 ليهم مقام 1 خمسة وهنا برضو المقام 1 سبعة يا السلام لو جبناهم جمع بعض 2 على 5 زي 3 على 5 مع بعض زي 3 على 7 زي 4 على 7 مع بعض كده بالشكل ده إحنا عملنا إيه؟ بدلنا وضع 3 على 7 مطرح 3 على 5 يبقى استخدمنا إيه دلوقتي؟ يبقى استخدمنا خاصية الإبدال لغاية دلوقتي إحنا برضو نقدر نقول إن إحنا هنجيب مجموع الأربع عدد في نفس الوقت يبقى ما عملناش حاجة أبدلنا وحطينا المقامات الموحدة جميع بعض لكن لو ما استخدمناش الأقواس يبقى معنا كده إن أنا لازم أجيب ناتج الأربع عدد مع بعض بمعنى إن أنا هحط الأقواس دي العددين دول مع بعض يبقى كده والعددين دول مع بعض كده يبقى استخدمنا خاصية إيه؟ خاصية الدمج استخدام خاصية الدمج إنه هو؟ يبقى إحنا اشتغلنا مع خاصية الإبدال والدمج الإبدال لما جبنا عدد مطرح عدد والدمج لما حطينا أقواس كده ممكن نكمل نين على خمسة زائد خمسة على خمسة بواحد لأنها بتساوي خمسة على خمسة ثلاثة على سبعة زائد أربعة على سبعة بسبعة على سبعة برضو واحد 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 بتساوي اثنين بشكل ده فعلا استخدام خاصية الإبدال والدمج كان لها دور كبير في إني أوصل للناتج بشكل أسهل نيجي للسؤال بعد كده برضو باستخدام خواص الجمع في نون إثبت أو وجد الناتج هل لاحظنا أن أنا عندي أربعة على سبعة ومعكوس جمعي ليها واربعة على خمسة وواحد على خمسة واحد المقامات يبقى أربعة على تسعة زائد سلب أربعة على تسعة اتفاقنا العدد ومعكوس الجمعي بيساوي صف واربعة على خمسة زائد واحد على خمسة بيساوي واحد يبقى كده استخدمت خاصية المعكوس الجمعي وهنا واحد صفر زائد واحد بيساوي واحد يبقى أنا استخدمت خاصية المحايد الجمعي نشوف مثال بعد كده المثال 5 على 4 سالب 13 على 5 زائد سالب 25 على 4 زائد 28 على 5 هنا برضو عايز يستخدم الخواص في تبسيط الإيجاد هاخد 5 على 4 زي ما اتفقنا ونجمع معاه سالب 25 على 4 عشان يبقى مقامه واحد وبعدين سالب 13 على 5 زائد 28 على 5 وناخد الفوكوس مع بعض يبقى كده استخدمت خاصيتاي ايه اعتقد بقى حفاظ ده خلاص خاصيتاي الإبدال والدمج طيب بعد كده المفروض ان احنا بنجيب الناتج 5 على 4 زائد سالب 25 على 4 بسالب 20 على 4 يعني بيساوي سالب 5 والسالب 13 زائد 28 بتساوي 15 على الخمسة فيها 3 سالب 5 زائد 3 بتساوي سالب 2 بكده يبقى اتعرفنا على خواص جمع الاعداد النسبية وعرفنا انها عملية دامجة وعملية ابدالية وكمان بتتمتع بخاصية الانغلاق وعرفنا ان المحايد الجمعي هو السفر وكمان عرفنا ازاي بنستخدم هذه الخواص في تفسيط ايجاد ناتج العمليات اشوفكم على خير في باقي العمليات والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة